وصف التقرير خاص أشرفت على سيره مبادرة شراكة الشرق أوسطية نقاشات البرلمان اليمني بأنها ليست ذات صلة بالتحديات الأساسية التي تواجهها البلاد كان ذلك في العام 2011 حين كانت اليمن تشهد ثورة سلمية ويوم قتل عشرات المتظاهرين على مسافة قريبة من البرلمان لم يجد النواب غير رفع جلساتهم وإعلان حالة الطوارئ لثلاثين يوما عقب جريمة جمعة الكرامة اعتبر برلمانيون ذلك تخليا عن دورهم وإغماض أعين عن ما يجري خارج أسوار المجلس من جرائم على مسافة أقرب قتل متظاهرون قصد الاحتجاج أمام مبنى مجلس الوزراء المحاذي للمكان ولم يتحدث عنهم حتى أولئك الذين صوتوا لصالحهم في دوائر بعيدة ومناطق نائية انتم بعض الضحايا إليها بل إن برلمانيين اتهموا بالمساهمة بقتل المتظاهرين السلميين ومحاولة إجهاض ثورة أريد القضاء على جذوتها عبر سبل وطرق عدة بينها مجلس صوت لصالحه مواطنون يتلقون أخبار قتل أبنائهم قرب المبنى العتيق بالسير نحو اليوم خطى البرلمان في طريق وعر كان يعرف خلالها أنه لم يعد يمت إلى الدستور بسلة وأن 13 عاما كفيلة بجعله أطول عمرا من كل ما سبقه من مجالس وهيئات صار شديد التواصل مع من أخرجتهم ثورة أعقبتها مبادرة صوت عليها النواب موافقين على دورهم المقتصر في نقل السلطة في منتصف العام 2012 سيمضي البرلمان لتأمين حياة متهمين بقتل أبرياء وسيقفل أبوابه فاتح النوافذ جديدة لإطلاق مباركته لانقلاب رأى العالم خطأه وكارثيته على البلاد فيما عدد من ممثلي الشعب يصفقون لصالح أن تجتمع ميليشيا متعددة تحت مظلة واحدة وتحت مسمى جديد ليس للشعب يد ولا عين فيه اشتركوا في القناة